للحديث أكثر ينضم لنا من ولاية برجينيا الأمريكية مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ولسن للدراسات والمبعوث الأمريكي الخاص والسابق للتحالف الدولي لهزيمة داعش السفير جيمس جفري. سعد سفير أهلا بك ومساء الخير لك في هذه التغطية. أبدأ أولا دعوات أقليمية سعد سفير أوروبية وأقليمية أيضا تحث نحو التهدئة ووقف إطلاق النار. في حين هناك تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر. تحدث فيه أن وقف إطلاق النار يعطي حماس القدرة على الراحة والتعافي والاستعداد لمواصلة شن الهجمات العرهابية ضد إسرائيل. هنا أسأل خيارات الدبلوماسية الأمريكية كيف تراها اليوم؟ لقد تعرضت إسرائيل لإعتداء كمير وتكبدت هزيمة عسكرية كبيرة. ومع قدرات إيران الداعمة في ذلك وحزب الله لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لحماس بالاستمرار بهذه القدرة. أريد أن أؤكد على هذا الموضوع إلى مشاهديك في الشرق الأوسط. هي مسألة وجودية لإسرائيل. ليست كما أحداث عام 2006 والانتفاضة الأولى والثانية. هذا الأمر مختلف. إسرائيل تعتقد بأنها تواجه تهديداً حقيقياً مثل ما حدث في العام 1973. فستستخدم قدرة عارمة عسكرية للقضاء على قدرة حماس. هذا هو الواقع الذي نواجهه اليوم في الشرق الأوسط. دحايا في صفوف المدنيين والأسرى والتصعيد مع حزب الله وإيران. ولكن أريد أن أوضح هذه النقطة بداية. وإسرائيل تؤمن وبحق. وهي محقة بأنهم عليهم أن يقضوا على حماس عسكرياً بإشتياح بريل غزة. وهذا ما سنرى. سيد جوفري أيضاً. سيانان الوكالة الأمريكية نقلت عن مصدر أمريكي بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل. تأجيل الاشتياح البري حتى يتم محاولة إجلاء أو إخلاء الرهائن المختطفين لدى حماس. إلى أي مدى هذا التنسيق يأتي أو يأتي أكله من وجهة نظركم على الأرض؟ والأولوية الأمريكية بإخلاء أو بإنقاذ المعتقلين أو المختطفين في الحقيقة داخل القطاع؟ هذا سؤال متشعب جداً. لأنني لست على اطلاع على المباحثات التي جرت بين الرئيس بايدن ورئيس وزراء نتنياهو وكبار المسؤولين. الواقع هو أن إسرائيل اليوم هي في حالة حرب مثل حماس. واشنطن ليست في حالة حرب. واشنطن لديها السياسة الداخلية ومسألة أوكرانيا. واشنطن تأمل بأنه سيتوصل الأطراف إلى وقت إطلاق النار وسيعاد الإفراج عن الأسرة. وبأن لن يكون هناك جبهة ثالثة من شمال إسرائيل. هذا ما تريده واشنطن. وإن حدث إسرائيل ستؤكد على ضرورة قضاء على حماس. وإن الضربات الجوية ليست مؤسرة كثيراً حتى الآن. علينا أن نرى كيف ستتأتى الأمور وتتجلى. لا أعتقد أن الإسرائيليين سينتظرون طويلاً. وفي هذا الوقت أيضاً هناك هجمات لربما تتم على مصالح أمريكية. على بعض الخبراء الأمريكيين الموجودين داخل قواعد عراقية. مثلاً في قاعدة عين الأسد. أيضاً في التنف في سوريا. وحضرتك عملت في كل البلدين. أو في مرحلة ما كنت مبعوث أمريكي خاصة تحالف الدولة لهزيمة داعش. هذه الرقعة الكبيرة إذا نظرنا كما يقال برؤية الثلاثين ألف قدم. يعني الرؤية الأوسع. كيف ترى إمكانية سحب الولايات المتحدة لكي تكون جزء من هذه الحرب؟ قلت الآن إسرائيل هي من تعيش الحرب وليست الولايات المتحدة. هل هناك مخاوف حقيقية بأن يتم جر الولايات المتحدة لهذا النزاع؟ واشنطن قلقة لهذا طبيعة الأمور. وشهدت ذلك عندما عملت في البيت الأبيض. الواقع هو أن حزب الله وإيران اعتدوا على إسرائيل. مع كل الاحتياط الذي استدعته إسرائيل وبالمساعدة الأمريكية. سيتم هزيمة إيران وسيتم القضاء على حزب الله. نحن نأمل بأن لا يتطور الوضع إلى هذا الحد. إن الاعتداءات التي تجري ضد القواعد في سوريا وفي العراق هي تحزير. والولايات المتحدة لن تقوم بالتصعيد. الولايات المتحدة ستترك مسألة غزة ليعالجها الإسرائيليون. ولكن تفعله واشنطن هي رصد الصواريخ إن حاول أي إطلاق صواريخه تجاه إسرائيل. هذا ما يريده الرئيس الآن. ولذلك أطلق الرئيس تحزير محزرا إيران وحزب الله بعدم الإنخراط. هناك محاولات إقليمية تحديدا هنا مصر عقدت مؤتمر قمة قبل أيام لمحاولة جمع الرأي العام. المنطقة والمجتمع الدولي لمحاولة التهديئة. هنا أسأل عن الجهود الأمريكية. هل ترى من إمكانية لمحاولة رأب الصدع في هذه المنطقة؟. على الرغم من أنه قبل أيام أو قبل أسابيع. سيد جفري كنا نتحدث عن إمكانية توسعة اتفاق إبراهام. اليوم كيف ترى هذه الفرص؟. هل دخلنا مرحلة جديدة؟. نحن في مرحلة جديدة. الدبلوماسية الأمريكية مركزة على توصل إلى الإفراج عن الرهائن الأمريكيين وغيرهم. وتركز كذلك على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومنع تدخل حزب الله وإيران. الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل بأن لا تقوم بإشتياح بري. مصر أيضا مهمة في هذه المعادلة. لأنها تسيطر على المعابر إلى غزة. هنا إسرائيل، حماس، إيران، حزب الله، الولايات المتحدة، ومصر في كل هذه المسألة. طيب سعد سفير هناك بالمقابل ظهور لأدوار روسية صينية في المنطقة. تبدو مقاربة أو تحاول أن تكون مقاربة للشارع المناوئ لإسرائيل. هل هناك دبلوماسية معينة على واشنطن تتبعها على المستوى المتوسط. ليس على المستوى القصير. على المستوى المتوسط والبعيد. يبدو هناك قوة أخرى تدخل على المنطقة بسياسة ناعمة أيضا. هم يحبون أن تكون الخطوط العريضة على شاشات الإعلام، شاشاتكم وغيرها من وسائل الإعلام. روسيا لا تريد ردع إيران. روسيا تريد أن ترى إيران تنخرط في هذه المسألة ضد الولايات المتحدة. والصين لها وجود مقتضب. القوة الأكبر في المنطقة الآن هي سلاح الجو الأمريكي وسلاح البحرية الأمريكي. والولايات المتحدة لن تصغي إلى روسيا أو الصين. الولايات المتحدة ستحاول إيجاد حل لهذه المسألة. ويؤدي إلى إفراج عن الرهائن. ويمنع تدخل من أطراف ثالثة. أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيل عن حزب اللي كورت قبل أيام تحدث لأحدى القنوات الروسية. واتهم وبصورة واضحة روسيا عن الكثير مما تقوم به حماس والاعتداءات من حماس الأخيرة. كيف ترى الربط سعاد السفير ما بين الدول الكبرى. بالتحديد هنا تحدث عن روسيا وما يجري في المنطقة. هل هناك ربط؟ لا نعرف إلا أن هناك إيران تدعم حماس وروسيا تدعم إيران وحماس بشكل غير مباشر. ولا نعرف ما هو الرابط مع ما حدث في السابع من أكتوبر. لم تعصر الولايات المتحدة على أي رابط بعد مباشر لما حدث. إلا اللقاءات التي قيلت عنها حدثت في بيروت بين حماس وحزب الله. روسيا وفي ضوء الوضع في أوكرانيا. روسيا تحاول أن تصعد الأمور بأماكن أخرى. وقد رأينا مسيارات وغيرها من المنصات في سوريا. رأينا ذلك أيضا من الإيرانيين في سوريا والعراق. كله في ضجيش خلفي. ما من أحد في المنطقة قادر على التدخل العسكريا إلا حماس وإيران. وعليهم إن تدخلوا مواجهة الولايات المتحدة. روسيا والصين في الوقت الحالي. ربما لاحقا يمكن أن يكون لديهم دور. أما الآن فهم ليسوا لاعبين. سيد جفري أيضا أسأل كيف نفهم إطلاق حماس لبعض الرهائن. اليوم رهينتين قبل أيام كان أيضا هناك رهينتين. اليوم يقولوا لأسباب صحية. الوساطات اختلفت هذه المرة وساطة قطرية مصرية. المرة الماضية كانت وساطة قطرية. كيف تفسر ما يحصل؟ لقد رأينا هذه الوسيلة عدة مرات. رأينا ذلك في لبنان. ومع حسب الله ومجميع أخرى. رأينا ذلك مع فلسطينيين وحماس. يطلقون الرهائن من أجل التفاوض. من أجل مبتغى محدد. في حالة حماس يريدون وقف هجوم بري إسرائيلي ضد غزة. لا أعتقد أنهم سينجحون. وهم لا يفرجوا عن الأسرة عطفا على الأسرة. هم فقط يريدون وضع ممارسة الضغط على نتانياهو لتلافي حدوث اجتياح إسرائيلي بري. أسأل هنا أيضا عن المستقبل ساد سفير جفري. هل يمكن لنا أن نرى أي أفق للأمل وسلام خلف دخان الحرب؟ إذا نجحت إسرائيل بعدم القضاء على حماس. وإنما إن نجحت إسرائيل بتحقيق ردع ورادع. مثل ما حدث في العام 2006 في جنوب لبنان في المعركة مع حزب الله. فقد تقضي على الحماس كمجموعة مسيطرة على هذه المنطقة المحددة. عند ذاك الحين سيعين وقت للدبلوماسية مجددا. والتركيز يكون على وضع سياسي اقتصادي وأمني جديد لغزة. أما الأهم فالفلاس المتحدة ودول أخرى ستمارس ضغوطا على إسرائيل لتغيير مواقفها تجاه الفلسطينيين. لسيما في الضفة الغربية. هذا إلزامي وهذا مهم للغاية. وهذا سينتظر لحين نرى حل لما يجري اليوم من اقتتال في غزة. أعتقد أن هذه الخطوة التالية المهمة. وهذا محدده بجكل جليء الرئيس بادن إلى نتنياهو. هنا أسأل عن المفاوض. إذا كان هناك ندخل مرحلة المفاوضة مرة أخرى. هل ترعب أن المفاوض الفلسطيني اليوم قادر أن يمثل أو يعطي زخم لما يحصل ويمثل الفلسطينيين؟ أم حتى المفاوض الفلسطيني لربما سيتغير؟ قال هذا الكلام قبل أيام. أعتقد أنه كان معنا أيضا أحد الدبلوماسيين الأمريكيين. ديفيد شانكر في الحقيقة قال هذا الكلام. من سيتغل في المفاوضات؟ كان هناك وجهة نظر لديفيد شانكر قبل أيام ساعة السفير. تحدث فيها أنه في أي صورة جديدة لحوار أو اتفاق أو طريق للسلام. لربما سيكون هناك بديل حتى للمفاوض الفلسطيني الموجود الآن. حتى المفاوض الفلسطيني لربما سيكون مفاوض آخر. ليس الأسماء التي نعرفها اليوم من السلطة الفلسطينية. هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا أعرف إن ديفيد يتبع هذه الأمور عن كثب. لا أعتقد بأن إسرائيل أو العالم يثق بالقيادة الفلسطينية الحالية. ولكن هذا هام. شكرا لك سفير جيمس جيفري. مدير برنامج شرق الأوسط في مركز وصل الدراسات. والموعوض الأمريكي الخاص والسابق للتحالف الدولي لهزيمة داعش.